رحلتي مع تشيلسي كانت مليانة دراما لكن مسيرتي مع منتخب بلدي كانت أوفر حظاً بدأت مسيرتي الدولية سنة 2002 بعد مكالمة من روكير نوزير مدرب منتخبنا وقتها قال لي عايزك تساعدنا نتقاهل لكاس العالم لأول مرة قلت له تمام؟ يلا بنا بالسهولة دي كان طبيعي ألعب لكوتيفواري لأن عملي ملعبت الفرنسا طوال الفئات العمرية أنا وصلت عشرين سنة وأنا مش لعب نحترف أساساً لكن الكوميدي إن بعد أسبوعين من المكالمة دي كلمني جاكسين تيني مدرب فرنسا وقال لي بدي ايه؟ تحب تلعب لفرنسا؟ قلت له أنا آسف بس انت جيت متأخر أول مبارياتي كانت في مباراة فصلة للتأهل لأمم إفريقيا 2004 ولازم نكسب لكن للأسف تعادلنا 0-0 رغم الخسارة بس عمري ما حنسة المباراة دي درجة الحرارة دي حين لدرجة تخلي قلبك يقف ومش عارف إزاي قادرين يجروا 90 ديئات لكن ياريت الجحين كان توقف عند درجة الحرارة لأن بعدها بعشر دقايق اندلعت الحرب الأهلية في بلدي في نفس الفترة دي بدأنا رحلة التقاهل لكاس العالم 2006 وتقريباً أنا كنت بسجل في كل مباراة من لعبها ما كنتش بسجل بول أو اتنين لا كنت بسجل ثلاثة أو اربعة وبقالي وضعي في الفريق وبقودهم والنتيجة إني أخدت شارة القيادة سنة 2005 ضغوط رهيبة ضدي واللي بيزود الضغوط دي طبيعة جمهور كوتيفوار أو إفريقيا كلها في إفريقيا بيستنوا حفلة كل ماتش مش مجرد فوز أما أنا فمجرد الفوز بهدف نموذجي بالنسبة لي ولو تعادلنا ومخسرناش تمام يمكن وجودي في تشالس يشكل عندي الوعي ده ليه بقول كده؟ عشان احنا على وشك مقابلة الكاميرون لمربعة ستمبر 2005 محتاجين مجرد نتيجة إيجابية للحفاظ على أملنا بقوة في كاس العام مباراة كوتيفوار والكاميرون صعبة في الطبيعي لكن كون المباراة دي مصيرية كان مخليها أقوى وأقوى كل الناس كانوا بيكلموني عن المباراة دي حتى في تشالسي والأغرب أني لقيت مورينيو في المدرجات يوم المباراة رغم أن أجواء البلد ما تشجعش تماما على سفر حد ليها وبسبب كل ده أنا كنت حقيقي بقاتل ويمكن أكون قدمت أفضل مباراة لي مع كوتيفوار بدأت المباراة بهدف كاميروني سريع سجلت التعادل لكن ويبو سجلت تاني من تاني وانتهى الشوت الأول بين الشوتين سمقنا تعليمات أونري ميشين وبعدها قلت الزمالي ما تخافوش هنسجل التعادل بس بعد لما نسجل التعادل مش عايزين نهاجمه وعايزين ندافع ونلعب بهدوط اللي حصل كان عكس كده تماما رغم أني سجلت التعادل سريعا فعلا كل الفريق تقدم للهجوم بسبب الضغط الجماهير وحصل اللي كنت خايف منه ويبو سجل هدف الفوز في الديئة 85 وبالشكل ده مصير التقاهل بأفئيد الكاميرون كنت محبط جدا الكاميرون سهل قوي تكسب بصر في الكاميرون لكن هنا جالي مكلمة من صديق قدير ميدو كلمني وقال لي دي دي اي اكسبوا انتوا السودان واحنا هنخليكوا تكتهلوا قلت له ميدو انا عارف ان انا هنكسب السودان لكن انتوا ازاي هتحطنوا الكاميرون قال لي انت مش فاهم احنا متعودين نعمل نتائج إيجابية مع الكاميرون ونضايقهم المباراتين كانوا في وقت واحد وكلنا طبعا كنا مركزين مع مبارات الكاميرون مش السودان ما كنتش مركز تماما لدرجة ان اسمعت صوت من دكة البودلاء فوقفت مكاني وسألتهم كام كام وقفت فصت الهجمة انري ميشيل قال لي ايج دي كام مني قلت له كام كام وعرفت انها واحد واحد وفاضل دقايق خلصنا مباراتنا واتجمعنا نسمع باقي مبارات مصر سرخ واحد وقال اللعنة الحكم حسب خمس دقايق وقت ضايع كنت متأكد ان الموضوع مش هيمشي بسهولة كده والجمهور مش هيسيب الحكم في حالي مع مرور الثواني بدأ اللعبين في الاحتفال بهدوء وانا بصص لهم بغضب استنوا المطش لسه مخدسش كنت بقول لنفسي هنسمع دلوقتي خبر وحش وفي نفس اللحظة قال الموزيع ركلت جزاء للكامر لما شفت الركلة بعد كده اتأكدت انها مستحيلة حاسب يعني حسيت بنهيار لكن لقيت احمد وطارة زميلي بيحط ايده على ظهري وبيقول خلونا ندال فجأة سمعنا صوت صراخ ركلت الجزاء ضاعت انفجرنا في الاحتفال لكن المرة دي كله توريه سرخ وقال استنوا استنوا المطش يخلص بقى ثواني وخلص المطش ووجريت زي المجنون في كل الملعب وانا بجري لقيت كاميرا وميكروفون قناة إفوارية واخدت قرار قلت للمراسل الدين الماير طلبت من كل اللاعبين يقفوا جنبي وقلت لهم ارجوكم اسمعوني شعب كوتيفوار من الشمال للجنوب ومن المشرق للمغرب النهاردة أثبتنا اننا نقدر نتوحد على هدف واحد ونحقق قبل مباراة النهاردة اتفقنا احنا كفريق اننا نخليكم تفتخروا بينا وكنا كلنا على قلب رجل واحد ودلوقتي احنا بنطلب منكم برضو ونزلت على رقبتي وكل اللاعبين نزلوا معايا وكملت كلامي البلد الوحيدة في إفراقيا اللي بتملك كل الثروات دي ما ينفعش تكون في حربة أهلية ارجوكم تخلوا عن أسلحتهم ونعمل انتخابات توحية بكنتش متخيل ان الكلماتي دي حتكون مؤثرة أبدا لكن كنت متأكد انها من قلب ترجمة نانسي قنقر